مرحبا بكم في وصفة جيدة سوف ندر معكم السفة و المسفوف بالفواكه و المكسرات وصفة سهلة و مقادرها بسيطة نبدو بسم الله كمية كسكسي و مكسرات كوكا و مزهر و سكر لدي مجفف و زبب مجفف و زبدة و لدي بعض العلوز و تعكز و جوز نبدو بسم الله و صلو على رسول الله عليك السلام يا حبيبي يا رسول الله لدي كمية كسكسي و مكسرات نضع قليل ملح با ما يجينش المسفوف تاعنا صامت و نحطو كمية دعماء كما نشوفو نحاولو نخلطو المسفوف تاعنا و الكسكسي تاعنا هكذا من يدينا و الماء هذا كالزايد نصفوه و نخليو الكسكسي تاعنا يعني يتشرب في راحتو طبعا لبنات المسفوف هذا كما تعرفوا و نعرفوا كل نديروه بزايا في رمضان في الصحور نديروها ساعات نديروها بالجمعة كان يحاب يوكلوا هكذا في الليل ولا نديروه المكترية نديروه في الصيف معا شوية تعال بين الله الله يجيه يشهي على الكلب قدرتو معاكم بالطريقة التقليدية نديروها كامل طبعا حنا هنا في الجزائر بلادي العزيزة كل ولاية و كيفاه تدير و لبنات و تدفن في الزين تاعو و الشنجل و كمرا و عروع المهم شوفو هنا الكسكسي تاعنا و شرب الماء ذاكا كل اكم تشوفو ما درت فيه لا زيت لا زبدة طبعا كل كعبة واحد عربي بارك و انا خيارت الكسكسي للنوعية الرقيقة هذيك كنتم لحبيت تديروه الخشينة يعني يجيكم تاني مليح لبسانية حطينا البرماء و الكسكسي فورو و رح ندير كسكسي تاعي باش نفورو طبعا انا درت هذا تاع العلب و كينا تاع سميت تاع تاع الدار يجيب ابنوا و ابننا لبنات هذك اللي يفتلوهم ماتنا كينا نحن العول هذا العام كامل هذي هي سامحوني بارك الصوت داعي شوية رو رايح خطر شوية تعبانا هنفورو طفيرا اللولا و بعد نرجع معاك شوفو البنات رح نبدأ بالفواكه المجففة داعي هاوليكم جبتها هكا انا بعد ما كنت شلالتها بشوية مع هكا بارك و بديت نقص في المشماشة تقدروا ديروا عين بقرة لبنات بصح العين بقرة ما تقصوه هاش خلوها كاكب زيها فامتوا بات زينوا بها و خلا انا منحب بش العين بقرة تكحل ليك الكسكسي هكا بعد ازي حاب ندير غير مشماش و شوية زبيب هنحطت شوية ما و راح نحط شوية ما زهر باهي جيني المكاسة الفواكه الجافة تاعي ذيك نحطها على الكسكسي جيني بنين هاني تفورت التفويره اللولا و هننرش فيه بشوية ما و نخلي هي تشرب يعني نعطيله الوقت باهي تشرب باش نحن نديره التفويره الثانية افهمتوا هذه سهل يعني شوفوا العزاز هذاك المشماش و زبيب لحطيناه في الماء والمزهر بعد ما تشرب لي ذيك البنات على المزهر راح نحط ويفور خمس دقايق السح قبل ما نحط عليه الكسكسي وش نديره هنا نحط الفور والما هذيك راح نخليه ما نستعملون بعد كاملوا معي الفيديو الاخير ما تستفيدوا من النصايح ولو اول مرة تزوروا قناتي نقولكم مرحبا بكم و لا تنسونيش باللايك والاشتراك والتفعيل الجرس حتى يثكم كل جديد فضلا وليس امر مرحبا بكم الحباب وصفتنا رائعة بنينة تشاهي اقتصادية في متناول الجميع نلبي جميع الادواق ماذا بكم ترجعوا للفيديوهات وتجربوا وتردوا لي بالخبر وصفتنا نجحة العزاز هنا حطيت الكسكسي تاعي دورك بعد ما فار معي هذيك الزبيب واختوقته وطرا معي نحط الكسي فور الفورة التانية هذا هو شوفوا لبنات هذا الكسكسي تاعي المكشطي نقول نحنا على العلب بس ستقوني والله ابنين والابن الابن لو كان يتخدم باليد هذا الكسكسي اللي كانوا ماتنا بك يديروا حولة الريحة والبنة وشو نقول لكم ونخليه يفور ونرجع معاكم احاوليكم فارفرة تانية كل شطرين زبدة والريحة والبنة ما زلنا حتى ما كملناش والريحة مديرة حالة دورك وشو ندير الرشو بالماتة اللي كان امرقت فيه هذك الزبيب والمشماش فيه المزهر والريحة تطلع وشو نقول لكم يا تقولوا رفيس مشي كسكسي البنتو تهب البنة روعة 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 البنة تجربوا الطريقة داخلتكم وبإذن الله ينجح معاكم شوفوا ديروه الماليكم والله يفرحوا بكم حاجة حاجة في الفور في الفور والبنة سنة شوفوا نكملوا الفيديو تبعوا معايا بركة الطريقة هنا شوفوا هاوليكم بعد ما اشرب لي الحباب نردو في الكسكاس ونديهي فور التفوير اللخرى يسمى هنا فورنا ثلاث تفويرات هذي هي هذا مليح في رمضان في الصهريات يجيوا عندكم الاحباب ويقعدوا يصهروا يصهروا تروحوا تديروه منتو بالصحور تحطوهن مع البنة الله الله والله بنتو تهبل ويحمر الوجه يديروه في المناسبات يعني في اي وليمة هنا نحطيت كمية تح سكر تقريبا نصف كس تح سكر ونحطو افور في راحتو شوفوا هنا بعد ما فار عاوليكم السكر تقريبا ذاب كامل يعني تشربو هنا نحطو في البولد ورح نحط عليه شوية تحزب ذلك لي بريتها لكم مدامو سخون باش تدوب معايا ونبدأ نخلط بالشوكة نجيب دوز فرشيطات ونخلط بالعقل 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 حتى نذوب معايا الزبدة هذي كاملة والكسكسي كامل ياخد حقهم الزبدة وباش نبدأ نزينو معكم اهنا نحطينا الزبدة ونخلطو غير بشوية هكذا طبعا الزبدة لازم تكون بنا تحا مليحة باش نكمل البنة كاملة يجينا الكسكسي ولا يجينا مسفوف الله الله اهنا روعة في البنة ممكن لابنات لو عاكم زبدة بقرة تدوبوها تنحولها البنة ذاك وتزيدوها كاك ذايبة تاني جيكم روعة الراوعة صدقوني اني خاطرش اني جربت بزبدة بقرة وشفت كيف هي جي فهمتو ندرك نخليه يبرد خلاه باش نبدأ نحطو في الصحن ونبدأ نزين فيها الاحباب ما تنسوناش بارك باللايكات فضلا وليس امرا لو اجبكم الفيديو اكيد اهنا بعد ما برد معي الاحباب الكسكسي دوكناش بدا صحونة تاعي ونبدأ نزين فيها معاكم هادي هي مصفوف بالفواكه الجفة و بالمكسرات مع السلو وبنين وش نقولك ما روعة تروا على صدقوني نص كاس تا سكرها داك جايني سوا سوا مع الكمية هادي وما جاينيش معجل وجاتك الكعبة وحدها كم تشوفوا امامكم انا نحط فيه وهو يهود وحده وهذيك الحبات عزبيب والمشميش طلقوا هذيك العسيلة دحم في الكسكسي وطلقوا هذيك البنة وش نقولكم روعة تروا على صدقوني حباباتي ما شاء الله هاوليكم انا درتو في صحنين راح نزينو بشكلين حاطيت حبيبات عطمر هاوليكم راح نحط مكسرات عليه نحط القرفة راح نحط البيض يعني الشيلي عندك يعني من حاجة قليلة ممكن تديري حاجة كبيرة لحباب طبعا كل واحده المقدور تتاعوا كل واحده الجهة تتاعوا كل واحده الامكانية تتاعوا احنا نعطوكم يعني التزيين على حسب يعني المتوفر والموجود هاوليكم احنا في الغرب الجزائري يتزينوه بوحدة التزيين وش نقولكم يعني الحباب عنده قيمة كبيرة احنا هنا في الشرق الجزائري عندنا رفيس يعني نقدموه في الخطوب يعني نقدموه في يعني في المناسبات هكذا هما عندهم الطعام او السفة هذي في الفاتحة تحم طالعوصة وفي الخطوبة طالعوصة يقدموه الضيافهم الخطابة كي يجيوه يعني بس حتشوفوه كيفاه التزيين وكيفاه الحطة تاعوا والله يدقوني نقعد غير نشوف فيه تلموه مخدوم خدمه ما شاء الله ويخدموه يعني على كاروصة نكمل التزيين تاعوا بحما نطاوتش عليكم ونبعد نرجع معكم ونشوفوه معايا في شكله نهائي هاوليكم السفة تاعنا الجزائر التقليدية يعني بطريقتي وطريق تميمتي للزيزة ربي خليها لي وفي الجزائر بلاد الحبيبة في عدة ولايات كل ولاية عندها أسطوبها الخاص في التزيين والخدمة تاعوا يعني هو طبق تقليدي أساسي في المائدة الجزائرية كذلك فيه الكسكس بالخضر واللحم تانيتك أساسي ومن الزمن القديم جدا وصفة رائعة نتمنى فقط تجربوها لحباب في عدة وصفات لحباب في القناة فضلا وليسا أمرا شوفوها وجربوها وبإذن الله تنجح معكم وصفات ولا أرواع يعني وصفات من القلب إلى القلب هنا حطيت كاست على البن وراح ندوق وندوق السفة تاني تنهر اليوم معكم نتمنى فقط تكون عجبتكم وتجربوها وصفة أو خبوا الوصفة هذه إن شاء الله الرمضان ريحة المظهرة مدير حالة وريحة المكسرات ما نحكي لكمش أما البنة مثالية نسمو بسم الله وعن قرب رح نوريلكم طعام تاعي كيفه جاوليكم سفة الله الله بالمكسرات إن ذكاله وزباب أو المشش ماذا نقولكم تهبل حاجة روعة روعة أممم إنتظروا في الجنة téماني تكونوا معي أحباباتي ودقوا معايا what we do وبزاف والله يعني جعلنا جد صدقوني وصفة نتمنى كامل تجربوا الوصفة تاعي حبابي وتنجح معكم ان شاء الله وجينا الاخر الفيديو ما بقالين كلكم غير طالة وليف روحكم الى وصفات اخرى عن قريب دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة